السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بك خلطي معنا في هذا الفيديو جديد. وهذا الفيديو عن التسكيل المحتملة التي يدخل بها وليد ررقراجي في المقابلة الودية التي تحتضنها الشارقة الاماراتية. مع استعدادا كأس العالم الفين واثنين وعشرين. وهي مقابلان مع المنتخب الضعيف الذي سنعتبره هنا المنتخب الجورجي الذي يحتل المركز الثامن والسابعين عالمين. إذا كنا 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 في مونديال 2018 مع المدارب الفرنسي الليسباق كان عندنا. قلنا وحد المقابلة احتها هي مقابلة مشى في المستوى مقابلة ماشي كبيرة. ولكن من مشينا للمونديال قبلنا وحد المونديال اللي هو كبير. وخامت اهلنا شين دور التاني فقط حصدنا نقطة واحدة مع المنتخب الاسباني. ولكن قدمنا منديال جد كبير وخلها زيمة مع ايران بواحد الصفر ومع البورتوغال بواحد الصفر ولكن قدرنا قدموا أحد الأداء كبير مع إسبانيا وتعادلوا بـ 2-2 إلا الضمن التحكيمي واللي خررنا مكأس العالم 2018 إذا رجعوا هاد مقابلة جورجيا اللي ممكن وليد راجي أدخل بتشكيل النموذجية دياله استعدادا مكأس العالم لأنه بقى فقط أسبوع ونقص يوم لأن يوم الأربع 23 حضار عنا مقابلة الأولى مع المنتخب القاوي المنتخب الكرواتي لشنال فاريح مع المنتخب السعودي قدر يقدم واحد القوة من يدخل اللاعب الأساسي المدريد شو بقية العناصر وقدر يفوز على المنتخب السعودي بإصابة واحدة لي صفر إذا نحن هاد مقابلة جورجيا فقط وليد راجي هيعمله كاستعداد كاستعداد للمقابلات الآتية الآتية لأن كأس العالم لا كرواتيا ولا برجيقا ولا المنتخب الكناضي إذا في حراسة المرمى هناك الحارس المتقلق مع إشبيليا وهو الحارس ياسين بونو لا يمكن يتنقش عليه جوج واشعي يكون الحارس أساسي رقم واحد أولا لأنه فات بجائزة زامورا في الموسم الذي فات في الدوري الإسباني وخاف هذا السنة المستوى تراجع شي شوية لأن مدافعين إشبيليا تراجع بزاف 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 مستوى ديالهم وكان نظن هذا هو السبب الواحد للتراجع ياسين بونو لأنه لم يكن لديكوا حد دفاع هاش تلحارس رأي عيبا بدون مستوى إذا ياسين بونو في حراسة المرمى فارد مقابلة ديال الشارقة اليوم أمام منتخب الجرري هناك قلب دفاع غالب سايس لعب بطلات سركية هذا لعبنا المونديا اللي يفت ياسين بونو لعبنا المونديا اللي يفت 2018 كحارس سيني كان وغالب سايس كذلك لعب مونديا اللي يفت في الروسية كذلك كان أساسي مع ابن عاطية إذا غالب سايس وخاش الله رجع من الإصابة واللي خلاته يجوج أولا تلازل الأسبع مع العشف في القورة ولكن كما نعرفه سايس القائد ديال منتخب الوطني الضروري يكون معنا في كل مقابلات لا في الودية ولا في الرسمية إذا غالب سايس ضروري يكون في هذه المقابلة كلاعب أساسي لأنه لاعب اللي يعطي طيقة اللاعب الآخرين ولاعب اللي يقديم في المنتخب الوطني رام 2012 وكلاعب في المنتخب الوطني المغربي را عشرة ديال السنوات اللي كانت عنده 22 سنة والآن عنده 32 سنة وشارك معنا في عدة تظاهرات كقلب الدفاع الآخر هناك لاعب أكرد أكرد لاعب خريج البطولة الوطنية في حالو حلبونه ولاعب اللي عنده 25 أو 26 سنة لاعب ويستهام الإنجليزي صعب جدا لاعب من تخرج من البطولة الوطنية أنه يلاعب الدوري الإنجليزي في القسم المنتز صعب 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 ويقع البطولة الوطنية الصعيب ويستطيع مشهد الدوري الإنجليزي ويستطيع مشهد الدوري الإنجليزي ولكن صعب صعب جدا أنه لعب من البطولة يمشي الدوري الإنجليزي وينجح إذا إن شاء الله يبدأ المسيرة دياله ونشوفه وشعين ينجح معه ستهم أو لا لا في الجانح الأيمان هناك أشرف حاكيمي لعب باريس انجرمال الفرنسي لعب كدلك منذ الرقم جوج اللاعب له 23 سنة وبدأ المسيرة ديالنا يمكن معنا في 2017 وصبع عطار هذه وحد خمس أو ست سنة وسبح يبدأ المسيرة مع المنتخب الوطني وشاركه من ديال روسيا إذا أشرف حاكيمي عليكم من الركائج الأساسية في حال البون وحال السياس وحال أكرد هذو لاعبين بدون نقاش رسمية دياله ملا تناقش مع خاصة حاكيمي الباديل دياله وكأس العلم الداش لأن المزرع اللي هو باديل جيال يوم لا يلعب جيال ويسرى إذا حاكيمي بتاته لا يمكن باديل دياله في تشكيل الدوري ستعرف أنه يعتمد عليه مئة في المئة أما لو قاعد للصاب أو للإندارات أو للطرد أو شي حاجة ستما ممكن المزرع يرجع للجيال وعطيات الله يرجع للجيال الفوقانية لا يمكن إشكال وعلى الجيال اليسرى في الجانح الدفاعي هناك المزراوي لعب باير من أخ الألماني لطبيعة الحال ومشي الجيهة الوادي الأساسية ولكن انتبت في مقابلة الشيلي والمقابلة باراكواي لعب واحد طريقية لا بأس بها عطار من المنتظر منه أكثر من المنتظر منه في مقابلة جورجيا يريد أن يضيف مقابلة باراكواي أو كرواتيا أو المنتخب الكندي لذلك يريد أن يتبرس المزراوي لنصر المزراوي والجيال لتعطي مقابلة الشيلي أو الباراكواي أو ما أكثر لأن المزراوي لعب كبير ممكن تفوسط الميتا ممكن أن ينفعك هناك كلاعب الرتيكال الذي يشارك في المنظر الثاني على التساولي وهو سوفيان أمرابت 27 سنة لعب فيورونتين الإيطالي هذا كيف كان في الروح القتالي للأخ نوردين نوردين أمرابت الذي كان قدمه الكأس العالم الروسي كأس العالم هائلة جدا سوفيان أمرابت كما نفكرنا فيه خامة لأن ننفس المركز هذا كلاعب كواصل الدفاعي والأخ وكلاعب كأس العالم في حال الجياش في اليوم إذا لأنك تستعكل الجياش يمكنك صينع ألعاب والآن الجياش تبدل مركز وكضاهر ألمان إذا كنا نعرف سوفيان أمرابت الذي هو مقاتل لا يمكن أن يدخل في هذا الربعة الأولى التي قلنا لا يمكن أن تتخلف الرسمية يمكن ان تدخلها إلى جبران أو لا. جبران ممكن تدخلها كماهي كأساسي. هناك السلم أملح. كذلك الرسمية لا تناقش. لا تناقش. لا تناقش لا تناقش. لا تناقش في المقابلات للودية ولا المقابلات الرسمية. لأن فهذه الطريقة الرسمية يمكن أن يتساعدون سهلاً بعد الاحيان ، يمكن أن يدخلون على هذه الطريقة ومع هذه الطريقة التي تنمت بها لم يمكن أن يدخل سليم أمل حسناً وبثمه ودفاعي عاون سوفين أم ربط لأن виلاً لا يمكن أن اعرفه زيون أم ربط بعد الاحيان في الاجتماع ولكن هناك سليم أملح ومن يمكن أن يدخل سليم أملح أما الوسط الهجوم يمكن أن يفضل إليا الشاعر لعب بطول القسم الثاني الدوري الإنجليزي إليا الشاعر لعب لي ومهاري جدا وممكن يعمل في الوسط ميدان وممكن إلا بترجع نحل أيصر ولكن يمكن أن يعمل كواسط اليوم المتعدة لأناحي لأن أناحي كان الرسمي له لازل ناقش مقابلس الرسمية ولكن باقي يعاني محدد الإصابة يمكن في النف دياله وفي الظهر كذلك ممكن مدخلش أناحي لأن أناحيك يعرف هو مزيان الرسمية لا تناقش دير أناحي للمعا كرواتيا وللمعا كندا ممكن يبدأ بإليا الشاعر أولا يعتهد قايق مع المنتخب الوطني هذا لاعب عنه تنافسية ممكن يعتهد قايق مع المنتخب الوطني المغربي وممكن يزيد يشوف المستوى دياله لأنه في طرب الإسباني لم يرى بشكل كثير من الجهة اليوم لحاكم جيش حاكم جيش لا يحتاج هذا اللقاء أكثر من أي لاعب آخر حاكم جيش لأنه لا يلعب في التلسي الإنجليزي بثكل كثير من مرة ومرة وبعد الأحيان لا يوجد مقابلات جوجد مقابل الأخيرة واحدا لعب مع السيتي كأساسي واحدا مع نيوكاستل دخلت 73 ولا كيف المقابلات التي قبل أغلبيا لا يلعب للأسف الشديد حاكم جيش لا يحتاج إلى اللقاء جورجيا أكثر وكنت من الموليد جريجي يجعله اللقاء كامل لا يبدل خاصة أن أعرف إصابة لعبه خلال الباديل حاكم جيش سوف يتم التبديل في هذا اللقاء وأعطيه دقائق كاملة لكي يرى المستوى البداني خاصة اللقاء المهاري وكي يعرف مستوى حاكم جيش المهاري وكي يرى المستوى البداني على الجهة الأخرى سوفيان بوفا لعب بطولة فرنسية وفي حال هذه ملعب الكرة هو مصاب وممكن يبدأ به وما يبدأ بالضروري الذي أعطيته في آخر لحظة وممكن يبدأ سوفيان بوفا لكي يعطيه شيئا ما من البدقائق وممكن يلعب وشاوط أو لستين دقيقة لكي يرجع شوية اللقاء البداني لأنه حال هذه ملعب كرة القادم وكذلك سوفيان بوفا لكي يحتاج إلى اللقاء جورجيا لأنه كما نعرف بوفا لكي لا يلعب لسعين دقيقة الأغربية للمقافلات ممكن اللعب لسعين أو لخمسة وخمسين دقيقة ويخلج ودخل الزوارة الصانية لكي يرجع الشوية من المستويات لأنه باقي لم يرى بطاة أما سوفيان بوفا لكي يعرفوا بفا لقيه ويقوم بوفا لكي يقوم بفا لخدره وطني المستويات ومشارك في مدينة يمر هناك رأس الحرب العائد عبد الرزق حمد الله لعب لحجة سعودية ممكن اللعبه كأساسي لأنه باقي ما لعبش مع الرقراقي وهو رجالكي كان مساعد المدرب للتوصيب في 2013 ولكن ممكن يلاعبه لأنه يعطيه ثيقة وكما نعرفه نحن رجالكيين يمكن يعتمد على يوسف النصير في كأس العالم ولكن الحمد لله ممكن يبدأ به مع جورجيا لكي يشاهد المستوى البدني لأنه يعلن شهر ملعب كرة القادرين لأن البطولة السعودية توقفت بكري بكري بزاف وحمد لله عاد يرجع عن التدريم على التحاد الجدل لأنه كان في راحة إذن ضروري محتاجنا للقاء الجورجيا لكي يرجع اللياقة البدنية ويرجع الجهد له إذن هذه الشكلة التي يمكن أن يدخل بها والد رجالكيين مع متخب جيال جورجيا اللي كانت منه كل آداء مذيان قبل النتيجة وكذلك النتيجة بشطي المعنويات